اشتركوا في القناة على أحدث وأهم الأرقام المتعلقة بكوفيد يمكنكم العثور على المعلومات الموثوق بها والمتوفرة حالياً حول فيروس كورونا على المواقع الإلكترونية التالية موقع معاً ضد كورونا أو من وزارة الصحة الاتحادية الألمانية موقع الوقاية من العدوى أو من مركز الاتحاد للتثقيف الصحي معهد روبرت كوخ إلا أن معظم المعلومات على هذه الصفحات متوفرة باللغة الألمانية كما بإمكانكم العثور على المعلومات بعدة لغات على المواقع الإلكتروني لمفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج بالإضافة إلى موقع منظمة الصحة العالمية الذي يوفر الكثير من المعلومات حول كورونا باللغة الإنجليزية الفرنسية الروسية العربية الإسبانية واللغة الصينية يمكنكم العثور على روابط المواقع الإلكترونية المذكورة أعلى في خانة الوصف أسفل الفيديو لمعرفة موثوقية موقع ما يجب عليكم أولا التعرف على مؤسسي الموقع والجهات الممولة له يمكنكم العثور على هذه المعلومات على سبيل المثال في الإختار القانوني تأكدوا من أن الأهداف المؤسسة موضحة في الموقع يجب أن تتوخوا الحضر من المعلومات الواردة إن كانت تقلل من خطورة الفيروس أو تستخدم العناوين الضرامية واحضروا بالتحديد من المواقع والمعلومات التي تحاول إخافتكم أو تعرضكم متطرفة في محاولة توجيه قراراتكم بالإضافة إلى ذلك توقفوا الحضر في حالة عدم توفر مصادر للمعلومات أو في حالة وجود مصادر مشكوكة فيها كونوا دائما شديدين الانتباه للمراجع وثقوا بالمواقع التي توفر العديدة منها يمكن الحصول على قائمة مرجعية باللغة الألمانية للتحدث على المواقع الجيدة من خلال موقع المعلومات الصحية أرابط هذا الموقع في خانة الوصف هذه هي الخطوات من الناحية النظرية لكن كيف يمكنكم التعرف على المواقع الجذيرة بالتقى؟ يمكن الوثوق بالمواقع المنظمات العامة مثل موقع الصحة العالمية لأنها تتلقى بياناتها من علماء وتخضع هذه البيانات لمراقبة شديدة لضمان صحتها ينطبق هذا الكلام أيضا على موقع رسمية للحكومة المعلومات على المنصات مثل تويتر، واتساب، انستغرام أو فيسبوك تنتقل بسرعة يمكن أن يكون تبادل المعلومات على هذه المواقع مفيدا ولكن قد يكون أيضا مقلقا تستغل بعض المجموعات عند اليقين الذي يكتف على هذا الوضع مع الوباء وتعتمد نشر الأكاديب للتأثير على الآخرين لذا كن متيقدا خاصة عندما يتعلق الأمر بالأخبار الدرامية أو عندما يتم إلقاء اللوم على المجموعات المعينة مثل دول أخرى لسبب ما لا ترسل شيئا إلى الأصدقاء والعائلة إن لم تكن متأكدا من المعلومات تحقق دائما إن كانت المعلومات تتماشى مع ما تقوله المنظمات العامة مثل معهد روبرت كوخ أو منظمة الصحة العالمية لتمييز المعلومات الخاطئة قد يكون صفحات مثل ميت بيسترز على موقع منظمة الصحة العالمية مفيدة قد يجعلك الوضع الحالي تشعر بالقلق الوحدة، الإحباط أو حتى الحزن لذلك في الأسبوع المقبل سوف نشارك معكم بعض الأخبار الإيجابية وأعطائكم بعض النصائح حول كيفية مساعدة أي شخص يواجه مشاكل في التعامل مع هذا الموقف الصعب بالطبع، من المهم أن تكونوا على اطلاع جيد بالوضع الحالي لكن يمكن أن يجعلكم هذا الكم الهائل من المعلومات خائفين أيضاً من الفيروس ويعزز الأفكار السلبية لذلك حاولوا أن لا ترهقوا أنفسكم بالتفكير في فيروس كورونا طوال الوقت فمن الأفضل أن تحددوا لنفسكم وقتاً معيناً خلال اليوم للإطلاع على أخبار الفيروس شكراً لكم على مشاهدة هذا الفيديو إذا أعجبكم الفيديو، يرجى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وعائلتكم يا ترى، ما هي أفكاركم بخصوص موضوع اليوم؟ وما هي المواضيع الأخرى التي ترغبون في مشاهدة فيديو عنها؟ اكتبوا لنا اقتراحاتكم في خانة التعليقات أدنى نراكم الإسبوع المقبل قو على تواصل ابقوا على اطلاع ابقوا بخير تم تطوير مقاطع الفيديو هذه بواسطة طلاب من جامعة ياكوبس هنا في برمين وإلفي جي وإي أف أس نيدرزاكسن بدعم وإنتاج اس ام بي ميديا سنتر اشتركوا في القناة